معرفة المهارات الضرورية والمبادئ الأساسية الناجحة في تسهيل التعامل مع المنصات الإلكترونية وتوظيفها لخلق نتائج تصب في خدمة المسيرة التعليمية هو ما تسعى إليه العتبة العباسية المقدسة من خلال فعاليات ملتقى التقنية من أجل كربلاء الذي تنظمه بالتعامل مع مديرية تربية كربلاء المقدسة وضعت وزارة التربية خطة تعليمية حسب جائحة كربلاء وتحاول للحفاظ على سلامة الطلبة في العراق وهذه الخطة طبعا هي عن طريق التعليم الإلكتروني اللي يتحاول إيصاله لكل مناطق العراق تعاون مستبر بين المديرية العامة للتربية محضة كربلاء المقدسة والعتبة العباسية في مختلف المجالات وعدما وجدنا هناك ضرورة إلى عقد مؤتمر في هذا الظرف الصعوب المؤتمر البحثي بالاستخدام الجانب الإلكتروني وجدنا الأخوان في العتبة العباسية كذلك مستعدين للتعاون في هذا المجال وكان تعاون رائع حقيقة من أجل كربلاء ومن أجل بلدنا فعاليات مؤتمر التقنية من أجل كربلاء الذي احتضنته قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمؤتمرات في العتبة العباسية المقدسة شهد حضور ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية فضلا عن ممثلين من جامعات ومهتمين ومختصين بهذا المجال من مؤسسات ودوائر حكومية وغيرها المؤتمر المهم جدا للي أقامتها العتبة العباسية المقدسة ناقشنا عدد قضايا حقيقة من عدة محاضرين واليوم كان دوري هو التكلم عن تحول الرقمي اللي يصير بالمؤسسات الحكومية ناقشنا هالقضايا من عدة جوالب ومن بناء استراتيجياتها الأساسية وتحديد الأهداف وتطبيقها وإلى آخره أقامت العتبة العباسية المقدسة بتعامل وزارة التربية وزارة تعليم العالي البحث العلمي الملتقى الموصوم بالتقنية من أجل كربلا وها نحن اليوم سوف يتم إن شاء الله خلال هذا الملتقى فتح فرشة متكاملة لكيفية التواصل الإلكتروني لتحقيق الفائدة العلمية والثقافية للطلب الشباب وفئة الشباب بجميع فئاتهم وها نحن اليوم خلال هذا الملتقى إن شاء الله سوف يتم طرح بحث أو ورقة بحثية بعنوان استثمار التواصل الرقمي في تحقيق وإقامة البرامج الثقافية مشروع فتح كفير الموذجا العتبة العباسية المطهرة بدعمها ورعايتها مثل هذه الملتقيات تبين حرصها بضرورة الارتقاب الواقع التعليمي في البلاد وفي كربلا خصوصا وتقديم الخدمة المثلة للوطن والمواطن إذ بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي تتنامى الجهود لتثمر النتائج الطيبة